الوتر هو العدد الفردي واحداً كان أو ثلاثةً أو خمسةً أو أكثر وبه سميت الصلاة التي يختم بها قيام الليل وهو سنة مؤكدة رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يدعه في حله أو ترحاله ووقت الوتر من بعد صلاة العشاء حتى طلوع الفجر وأفضل وقته السحر وهو آخر الليل لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وطره إلى السحر والسنة لمن أوتر من أول الليل ثم أراد الصلاة من آخره أن يصلي ما تيسر له شفعاً دون وطر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وطران في ليلة وأقل الوتر ركعة ولا حد لأكثره فيجوز الوتر بركعة واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة أو أكثر من ذلك فإذا أوتر بثلاث صلاها جميعاً بتشهد واحد أو يصلي ركعتين يتشهد فيهما ويسلم ثم يأتي بالثالثة فإذا أوتر بخمس سردها جميعاً ثم يتشهد في الخامسة ويسلم وإذا أوتر بسبع سردها جميعاً ثم يتشهد في السابعة ويسلم وإذا أوتر بتسع سردها جميعاً لكنه يتشهد بعد الثامنة ولا يسلم ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ويسلم وإذا أوتر بإحدى عشرة ركعة فإنه يسلم من كل ركعتين ثم يختم بواحدة وإذا صل الوتر ثلاثاً فالسنة أن يقرأ في الأولى بالأعلى وفي الثانية بالكافرون وفي الثالثة بالإخلاص ودعاء القنوت في الوتر مستحب ومحله بعد الرفع من الركوع ولا حرج في الإتيان به أو تركه أحياناً في رمضان وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر